اهلا بكم في تالت دروسنا لتعليم الدافنشي رسول 15 هنكمل النهاردة في درس ازاي تعمل امبورت لفيديو متكامل مكوم من مجموعة شطات وزاي الدافنشي هيقسمه لك لو انا فتحت البراوسر كده بتاعي وخدت الفيديو ده زي ما اتعلمنا وحطيته على طول ده فيديو بسيط احنا عاملينه من مجموعة شطات علشان نوضح به للدرس بس اه مجموعة شطات زي ما انتم شايفين كده طيب انا عايز اضيفها للميديا بول هعمل ايه بقى المرة دي هعمل رايت كليك او كليك يمين وهعمل سين كات ديكشن اول حاجة ما حصلش اي حاجة لانه الفيديو زي ما انتم شايفين كده المونتورات كلها جايب الفيديو انا هعمل اوتو وهو هنا بيعمل انالايز او بيحدد بالزبط الكاتات اللي هو شايفها لو انتم شايفين كده في خطوط خضرة الخطوط الخضرة دي هو اللي الدافنشي بيعتقد عندها ان هنا حصل شط جديد فبيقسم الشط ولو بصينا في الناحية اليمين دي هتلاقوا انه فيه الشط ده وفيه الشط ده وفيه الشط ده وفيه الشط ده وهو تم المهمة بنجاح وعمل لنا انه هو قسم اللقطات دي لو انا عملت له اد كاتس تو ميديا بول على طول هيضيفهم بس هيعمل لي ازا ما احنا متعودين يقول لي ان الفريم ريت مختلف عن البروجيكت هقول له تشينج ولو انا رجعت الميديا بول بتاعتي حلاقي على طول انه هو قسمهم لاربع شطات اللي هم فعلا متكون منهم الفيلم ده او الفيديو ده فيه حاجة مهمة انا حابب اقولها لو احنا رجعنا تاني وعملنا الخطوط الخضرة دي فيه خطوط تحت لو انتم شايفين ودي اللي ان الدافنشي شاكك ان هنا فيه شطات لكن هو مستوى السكة بتاعته مش عالي اوي لو انا نزلت بيهم كده بصوا ايه اللي هيحصل الخط تحول لاخدر وهنا على طول ضاف لي شط قال لي ان فيه شط بس هو في الحقيقة مش شط فانا يعني دي كانت غلطة فانا ايه حرفع تاني الخط كده احنا نزلنا كده بيه وخدنا كل الخطوط دي تحولت لخطوط خضرة وزي ما انتم شايفين كده في الحالة دي بقى عملهم كلهم شطات بس مثلا الشط ده والشط ده هما نفس الشط هو بس عشان حصل ايه تغيير في الاضاءة او في الموفمنت فهو عشان كده كان من الاول مرشح ان دول يبقوا مش لقطات فانا لو رفعت تاني انا كده بدلت المجموعة دي مش بدلتهم انا كده بقول ان الخطوط الخضرة الطويلة وي هو اللي عنده مستوى ثقة كبيرة ان دي تغيير في اللقطات لو انت شايف ان فيه اي حاجة هو ما تضمنهاش او ما تسامش عندها في كزا طريقة ان انت تحل بيها المشكلة دي زي ما قلنا ممكن تنزل الخط بتاع اللي هنسميه الخط بتاع الخط السقة انه هنا في لقطة تانية ممكن هو يضيفها او انت تعملها من من انا عقفل الصفحة دي وكده بقت عندنا اللقطات دي موجودة اردي علشان ان احنا نقدر نبتدي نشتغل فيها او نضيفها مباشرة لالتايم لاين بتاع الدافنشي في اليدت بيتش ده كده كان درسنا لازاي ان انت تيجي من الميديا بول وتعمل وتختار السين كات دي تكشن او ان هو يقسم لك فيديو مكوم من مجموعة من اللقطات الى شطات منفصلة علشان تقدر تشتغل عليهم الدرس اللي جاي حنعمل حاجة بقى مهمة جدا اللي هي ازاي تيمبورت الاكس ام ال ولما بتكون بتمنتج فيه برنامج مسلا زي الادوب برمير او غيره ازاي تطلع الفيديو ده ازاي تطلع التايم لاين اللي انت منتجته ده يروح لي الدافنشي علشان تشتغل عليه